كل شواهد التي تفصح عنها حقائق الأمور التي طفت على سطح الأحداث في شبوة تؤكد تلك النوايا الخبيثة التي تضمرها الميليشيات الإخوانية الإرهابية المتدثرة برداء الشرعية والتي تريد الإنقضاظ ليس على ثروات هذه المحافظة الواعدة شبوة ولكن على مقدرات الجنوب برمته تصعد الأحداث في شبوة خلال الأيام الماضية ونقاط التفتيش التي نصبتها الميليشيات الإخوانية بمداخل ومخارج منطقة خبر اللقموش أكدت أن هذه العصابات الإرهابية تجهز لحلقة جديدة من العدوان على قبائل اللقموش التي طلتها يد الاعتداء القادرة مصادر محلية قالت أن قبائل اللقموش تستعد للرد على تصعيد ميليشيات الشرعية الإخوانية مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف فرض حصار عليها محللون سياسيون أماط لثامة عن تنسيق بين تحالف ثلاثي الشر الإخوان الحوثي والقاعدة في التصعيد الأخير الذي استهدف قبائل اللقموش لكن صمود هذه القبائل الوطنية أكد أن قضية الجنوب هي قضية وطن وأن شعب الجنوب يقف اليوم قلبا واحدا مع اللقموش ووفقا لتأكدات مصادر مطلعة إن الحصار المفروض على تلك المناطق جاء بتوجيهات مباشرة من السلطة المحلية الإخوانية في المحافظة المصادر نفسها أكدت مشاركة قيادات الحوثية في مديرية بيحان مشبوة في القتال إلى جانب ميليشي حزب الإصلاح والتي تقود حملات عدوانية تستهدف قبائل اللقموش التي استبسل أبناؤها وصدوا تلك الهجمات إن استعار الإرهاب الإخواني ضد قبائل اللقموش على وجه التحديد راجى بشكل رئيسي إلى محاولة معاقبة أبناء هذه المنطقة على تمسكهم بهويتهم الجنوبية وتحاول الميليشي الإخوانية معاقبة أبناء قبائل اللقموش على دفاعهم عن القضية الجنوبية الرامية إلى استعادة الدولة وفك الارتباط والانخراط وراء المجلس الانتقالي عبر تشكيل جبهة شعبية تتلاحم وراء قيادتها لتخطي تحديات المنطقة